موسيقى موسيقى بطار ما يسمى بالمشاريع المدرة للدخل ولله الحمد استطعت الجمعية أن تصل لهذا المستوى حتى أنها كونت وخرجت جمعية جمعية أخرى خرجت من رحم جمعية خير الكافلية اليتيم وتسمى بجمعية بناء هذه الجمعية بناء للتأهيل أن هذا اليتيم الذي كان يستفيد من العطل الآن يؤهل ويبني نفسه بنفسه وخلال هذه العشرية كذلك انتقلت الجمعية من جمعية جمعية خيرية غير الجمعيات المبتدئة إلى الجمعية التي تطمح أن تكون مؤسسة مؤسسة دائمة الاستمرار خصوصا بتغير الأعضاء أو بتغير الوجوه ولكن العمل سيكون متواصل إن شاء الله بالنسبة للعمل الإحساني العمل الإحساني في بلدنا الحبيب لمملكة المغربية في ظل إمارة المؤمنين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال خطاباته فيشجع على الإحسان والمغاربة أهل الإحسان وبفضل المحسنين وبفضل الغيورين والمتعاطفين وجميع المغاربة دون الستنة فاستطعت الجمعية أن تكون نفسها بنفسها بهذه الثقافة التي عند جميع المغاربة التي هي ثقافة الإحسان ولله الحمد استطعت الجمعية أن تقف في كل محطاتها بنوع من الوجود بهذا الإحسان الذي يظل دائم وسيظل إن شاء الله ليس فقط في جمعيتنا ولكن في جميع المستويات في بلدنا المغرب بالنسبة للموارد بدرجة الأولى من المحسنين سواء في مدينتنا مدينة قلميم أو خارج مدينة قلميم أو خارج الوطن ولكن من المغاربة الغيورين والذين يعرفون قيمة هذا العطاء والذين يريدون أن يروا عطاءهم ويروا صدقاتهم في أبنائهم وأبناء مجتمعهم الجمعية بنيت على هذه المسألة وهي الثقة فلو لم تكن هذه الثقة من قبل المحسنين ولا المتعاطفين ولا المتعاونين ما وصلت الجمعية إلى ما وصلت إليه بل حتى نحن الآن أصبحنا بكل صراحة وبكل وضوح أصبحنا نحس أن الجمعية تكبر وهذه الثقة هي التي تزيدنا في التكليف بالنسبة للتعامل مع الفئات الأخرى المجتمع فالحمد لله هناك احترام متبادل هناك تعاون هناك تعاون ولله الحمد إلى حد الآن لم نجد إلا الاستحسان ولم نلقى إلا القبول من قبل الجميع ولله الحمد لأن الجمعية من بين الأمور التي تضعها يعني في حسبان الجميع أن لا تريد أن يكون لها أي لون سياسي كفما كان لماذا؟ لأن نحن للجميع ولا يمكن أن تكون بلون سياسي وأنت تحافظ على هذه الثقة هذه من جهة من جهة أخرى في كل وقت يعني الذي تكون في الحملة الانتخابية الجمعية تصدر بلاغاً للجميع بأنها تغلق أبوابها حتى تنتهي الانتخابة نحن مع الجميع ولا أحد يعني سيستطيع أن يقول بأننا بلون سياسي معين أبداً لماذا؟ لأن هذا الجمعية للجميع وستبقى إن شاء الله للجميع كن شكر جمعية الخير اللي كافلت لي يتيم بزيف حقاش إفرحونا وديرو لنا لحنا وكن شكر المحسينين تامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة